مشاهدين الكرام لمزيد حول تقرير مع هذا الشرق الأوسط الأمريكي بشأن تدعية حرب أوكرانيا الحرب الروسية على أوكرانيا وتدعيتها على العراق ينضم لنا عبر سكايب من لندن الأكاديمي والأستاذ في العلاقات الدولية دكتور نعمة الراوي أهلا بكم دكتور نعمة أهلا وسهلا بك أخي العزيز برأيك بداية أين يقف النظام السياسي الحالي في العراق فيما يتعلق بالحرب الروسية على أوكرانيا وما هي المعايير السياسية التي تحكم هذا الموقف إن كان من الناحية السلبية أو الإيجابية أولا أخي العزيز أريد أن نبدأ مقتصرة أن أوكرانيا لها دور سيء في العراق بداية إذا تذكرون عام الغزو 2003 تقريبا 1650 جندي أوكراني دخلوا العراق 17 واحد قتلوا داخل أنا ضد غزو أي بلد لأنها جريمة بحق البشرية ولكن تجرعوا السم الذي أرسلوا بهم قواتهم عام 2003 إلى العراق أولا ثانيا الموقف العراقي موقف مع الأسف غير متزم غير يعني ما أخذ المبدأ في العلاقات الدولية أي بمعنى أنه الميليشيات لها رأي والدولة لها رأي آخر ولذلك إذا تذكرون علقت سورة لبوتين جدارية وذيلة أصدقاء الرئيس بوتين صحيح فهذه طبعا تنم عن قصر نظر وعدم المبالاة في المصالح الاقتصادية والسياسية والعسكرية للعراق أي بمعنى أنه هذا القرار ليس من مسؤولية هذه الديول وإنما المفروض من مسؤولية الدولة التي هي تقرر المصالح العليا للدولة العراقية أين تكون هل تكون بالصمت أو بالتأييد ولذلك أنه إلى حد ما تداركوا الموقف واتخذوا قرار عدم زج نفسهم بقرار الأمم المتحدة أي انتناع عن التصويت فأصبحوا نوعا ما أنهم محايدين لكن مع الأسف أنه بعض القوى الشريرة التي موجودة في العراق والتي أقصد بها الميليشيات أنها لها رأي آخر هل تعتقد بأنهم يميلون للتأييد دكتور نعم نعم ولهذا أريد أن أقول أنهم على الأسف الشديد أن هذه الديول التي تابعة لإيران أنه تؤيد الغزو الروسي لأوكرانيا بالرغم المساوة التي أنا الآن أشرت إليها لأوكرانيا لكن الغزو يجب أن أدينه بكل عبارات الإدانة لأي بلد لأنني الآن أتذكر بلدي لما غزت المجرمة أمريكا عام 2003 نعم ولذلك هذا الغزو وما نتج عن مآسي في القتل والتدمير والاقتصاد فهذه إشارة أمامنا دكتور لكن الغزو يخلف آثار سلبية على العراق نحن نتحدث عن جوانب اقتصادية مهمة تجعل العراق بلدا متأثرا بهذه الحرب رغم أنه قد لا يكون من الزبائن المباشرين لأوكرانيا أو روسيا من ناحية الغذاء لكن هو أيضا الآن يضطر إلى التوجه إلى بلدان أخرى من أجل التبضع وهذه البلدان أيضا تأثرت وبعضها أغلق بابه الاقتصادي أمام التصدير وبالتالي العراق اليوم أصبح يعني حائرا إلى حد ما يمتلك المال مع ارتفاع أسعار براميل النفط لكن لا يوجد من يبيع له لماذا يستمر هؤلاء ب يعني من يحكمون العراق والأحزاب التي تؤيد إيران وتؤيد روسيا لماذا يسعون دائما إلى افتعال المشاكل الحروب دعم هذه المعارك التي تحدث وهم المتضررون الأوائل في هذه الأحداث أخي العزيز الآن الاستثمارات الروسية استثمارات يعني ما أقول أنه عالية ولا أقول أنه بحدود 13 مليار دولار استثمار روسي في العراق لكن هذه الاستثمارات الآن توقفت بسبب الحرب وبسبب خاصة في المشاريع النفطية هذه المليارات الدولارات تضخ في المشاريع النفطية والصيانة وأيضا الجانب العسكري والجانب الاقتصادي وكل هذه لكن المشكلة أنه كما أشرت حضرتك أنه لحد الآن المفروض أنه مباشرة ثاني ثالث يوم الحرب أنه تكون هناك لجنة اقتصادية ستراتيجية بعيدة النظر وتكون بتوفير المادة الغدائية للشعب العراقي احتياجاتهم احتياجات يعني أكيد أنه أكولوجين اقتصادية متخصصة عليا تشوف أنه كم حاجة العراق من القمح والزيوت وإلى آخر وتنوع مصادر أنه المسارات سدت من قبل روسيا وأوكرانيا يكون مسارات أخرى يجب أن تسلقها أي بمعنى تكون هذه المسارات مفتوحة للعراق والعراق الآن في أحسن ميزانية عنده بارتفاع أسعار النفط أي بمعنى المادة موجودة متوفرة ويستطيع أن يوفر هذه المواد الغدائية من الأسواق العالمية الأخرى الهن الأرجنتين المكسيك دول كثيرة دكتور المسارات السياسية يعني في لقاء سابق لأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قال في وقت سابق بأنه عندما تجتمع الدول العربية في سبيل إدانة إيران ووصف ما تفعله إيران بأنه إرهاب وهو تصدير أيضا للإرهاب في منطقة الشرق الأوسط يخرج العراق متصديا لهذه الإدانات ولهذا الإجماع العربي ويكون رافضا لإدانة إيران بما تفعل أيضا في قضية روسيا اليوم نرى بأن وإن صمتت الحكومة لكن الموقف الميليشياوي هو الذي يضغى على الصفة الحكومية أو على الموقف الرسمي العراقي وبالتالي هنا نرى بأن الميليشيات هي التي تتحكم بالقرار السياسي وإن كان بشكل غير مباشر أو بشكل غير رسمي طيب أليس من المفروض أن السياسة الخارجية للعراق ترسمها وتقررها الحكومة وتكون سياسة واضحة لماذا تترك الميليشيات بتصريحاتها وهي ذات نفوث سياسي وهي موجودة في السلطة لماذا تترك بهذه الطريقة تقرر مصير دولة وتهمش الحكومة إذن أنت أخي الكريم قلت أنه الواقع الواقع يقول أنه الميليشيات ذيول إيران هي التي تتحكم بالقرار السياسي العراقي وبالتالي الدولة ما هي إلا تابع لهذه الميليشيات أي بمعنى أنه إيران هي التي تحرك هذه الريول وتزغط على الدولة حتى وإن فكرت بأن تتخذ قرار مغاير لما تفكر بهذه الميليشيات ولذلك أنه الدولة تكون تحت ضغط الميليشيات وتحت ضغط سياسي وتحت ضغط عسكري وبالتالي يتغير أي بمعنى حكومة الكاظمي ليس لها من الأمر شيئا الأمر كله في يد إيران أي بمعنى أنه كما أشرت حضرتك أنه بالمؤتمرات القمة العربية أي شيء يأتي لإيران العراق كأنما هو جزء لا يتجزأ عن النظام الملالي في إيران يدافعون عنه وكأنما حتى النظام في لبنان أي بمعنى سيطرة حزب الشيطاء حزب الله دكتور نعمة لو سمحت لي هنا نصل إلى نقطة الولايات المتحدة متواجدة في العراق وترعى النظام السياسي بميليشياته ومن يقول غير ذلك فهو يكذب على نفسه لأن التجارب الموجودة على أرض الواقع من معارك عسكرية وغيرها أثبتت أن الولايات المتحدة هي التي وفرت الحماية والغطاء لهذه الميليشيات في العمليات العسكرية وهي التي تعطي غطاء وحماية للنظام السياسي من أي مسائل قانونية دولية بغض النظر عن الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها هنا الميليشيات اليوم والأحزاب الموالية لإيران تأخذ الجانب الروسي وتقف مع روسيا وتساند روسيا بما تفعله ضد الولايات المتحدة هل برأيك الولايات المتحدة جادة في توصيف هؤلاء بأنهم أعداء وأن إيران هي محور الشر وأن إيران وأدواتها مصدرون للإرهاب أم أنها تلعب لعبة غير مفهومة إلى حد ما عزيزي الكريم عام 2014 نعم لما القوى الإرهابية دخلت إلى العراق وكذا وما أدري شنه نعم بالله عليك الجو منه الذي يحميه منه يحمي هذه الميليشيات القدرة هل فعلا الذي يحرر المدن العراقية التي احتلت عام 2014 هذه الميليشيات للطائرات الأمريكية التي كان يوفر لهم الدعم يوفر لهم الدعم الاقتصادي الدعم العسكري الاستخباري نعم إذن هناك تزاوج بين هذه الذيول والمصالح الأمريكية الستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط ليس جف بالعراق وإنما في منطقة الشرق الأوسط هناك تخادم بين النظام الإيراني وبين الولايات المتحدة الأمريكية وكل من يقول غير ذلك فهو واهم ولا يفهم في السياسة الدولية شيء تخادم بين النظام الإيراني والنظام الأمريكي ولذلك أشوف أنه دائما أي مشكلة تكون في النظام الإيراني تساعد بشكل مباشر أو غير مباشر الولايات المتحدة الأمريكية نعم ولهذا تشوف أن القوة الموجودة في العراق تضرب تظاهر تضرب رئيس وزراء تقوم بأعمال استفزازية في ما حدث هنا أو هناك وأخذ شيء في الأنبار ولكن الولايات المتحدة الأمريكية عمياء مهمضة عيونها وكأنما لم يكن هناك أي شيء احتراما وتقديرا لإيران وإيران كل من يقول أنه فيه من الأيام أمريكا تضرب إيران فهو واحد دكتور نعمة الراوي أستاذ العلاقات الدولية الأكاديمي كنت معنا عبر سكايب من لندن أشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركة معنا